طريق الموت أقصر الطرق لمن شاخت روحه وهو في أوج شباب هي شيخوخة الفقر والقهر والعجز والحصار النفسي والفكري تحيط بالشباب العراقي وتدفعهم فرادا وجماعات إلى الانتحار بعد أن أفقدوا الأمل وسلبوا القوة على النظر في وجوه ذويهم الذين يتدورون جوعا وليس بأيديهم حيلة للعراق الجديد من بين البلدان العربية السبق بمعدلات الانتحار وفقا لمنظمة الصحة العالمية وكثيرا ما يسمع عن شاب انتحر أو شابة قتلت نفسها منظمات حقوق الإنسان تحصي هذه الأعداد وتدق ناقص الخطر من تزايدها في محافظتي واسط والنجف مثلا أحصت مفوضية حقوق الإنسان أكثر من ثلاثين حالة انتحار منذ بداية العام الحالي ناهيك عن محافظات أخرى تعاني المشكلة نفسها وليس من فراغ تفشت هذه الظاهرة كل مراكز الرصد والإحصاء تؤكد أن الفقر الأسود على رأس أسباب تزايد حالات الانتحار فضلا عن الضغوط الاجتماعية وانعدام الأمن ورؤية الشباب العراقي بلدهم ينزلق إلى الهاوية دون أن يتمكنوا من إنقاذه في ظل استبداد السلطة الحاكمة ووصاية المحتلين الأمريكي والإيراني من يتحرك لعلاج هذه الظاهرة؟ قيل إن الحكومة ذات مرة رفعت سياج جسور الأنهار لتمنع المقهورين من إلقاء أنفسهم في الأنهار وكأنها تقول لهم ثم تطرق أخرى للانتحار غير الغرق العلني تفشي ظاهرة الانتحار لم تدفع المسؤولين لاتخاذ أقل درجات العلاج كأن يخصص مثلا من مليارات الدولارات المسروقة مبالغ زهيدة تعين المتكدسين على أرصفة البطالة أو يعطو العاجزين معونة شهرية يستمر الانتحار ويصطف الشباب على باب الموت طوابير متتابعة والأحزاب مشغولة بتدبيج الشعارات وعقد المؤتمرات عن وطن يخبو نجم شبابه شيئا فشيئا إنها ليست ظاهرة انتحار شباب فحسب بل هي ظاهرة انتحار وطن بأكمله ترجمة نانسي قنقر